المرأة تلعب دور كبير جداً فيما بين الجالية اليمنية في ماليزيا والاحتفال الأخير الذي أقبناه في السفارة في اليوم العالمي للمرأة كربنا بعض الناشطات لدينا نماذج حقيقةً هناك والعاملات في السفارة أيضاً بالتأكيد هذا بدون كلام يعني نعم عندنا في الطاقم الدبلماسي وعندنا أيضاً في العاملين في الطاقم المحلي الذي نسميه في السفارة ولكن أيضاً عندنا نماذج أخرى ممتازة جداً فيما يتعلق بالعمل الأكاديمي لدينا الآن يمنيات تخرجاً بالدكتوراه وعملنا في المجامعات الماليزية لدينا يمنيات شاركنا في بطولات مختلفة عصلاً على ميداليات فلهذا دور المرأة اليمنية لا يزال متميز جداً يعني حتى في احتفال أكتوبر وسبتمبر الأخير أسبوع قبل الماضي في السفارة تفاجأنا إحنا المرة هذه بسبب الإمكانيات حتى الكيكة لم نستطع نعمل الكيكة كل سنة فتفاجأنا قبل الاحتفال بساعتين تقريباً أو ساعة ونص وبأمرأة يمنية فاضلة تحضر كيكة ما شاء الله تبارك الله ففاجأتنا جميعاً على شكل العلن اليمني كوب كيكس هكذا بالألوان الأحمر والأبيض والأسود فالمرأة اليمنية فاعلة أيضاً هيئة التدريس في البدارس اليمنية معظمها من النساء هناك بعض المدارس التي تديرها نساء فدور المرأة اليمنية لا يزال كما عودت للمرأة دوماً وسيظل دور مشرق حقيقةً وبناء ما هي الملتقى الثقافي اليمني معالي سفير في ماليزيا الذي تم تتشينه تقريباً في العام 2016 حقيقةً كانت مبادرة رائعة جداً من مجموعة من الناشطين اليمنيين والمثقفين لا أستطيع أن أحصر أسماءهم حقيقتهم كتر وأيضاً برعاية وإشراف من الملحقية الثقافية في حينها وكان المؤمل من هذا الملتقى أن يقوم بدور ثقافي وتنويري وتوعوي سواء كان فيما يتعلق لليمنيين المتواجدين في ماليزيا وربطهم بالقضية الوطنية والمشروع الوطني وأيضاً في تعريف اليمنيين المقيمين بالثقافة الماليزية وبالعكس لأنه واجهتنا على سبيل المثال بعض الإشكالات في اختلاف الثقافات أحياناً ليست اختلافات بمعنى تضاد ولكن يساء فهمها لدى الجانب الماليزي يعني مثلاً على سبيل المثال بسيط جداً الجنبية الجنبية لبس يمني أصيل يعني لا يمكن تجاوزه على الإطلاق في ماليزيا تحبس إذا تلبس الجنبية في شارع سلاح بيض لا يجوز ارتداؤه في الشارع فكثير من يمنيين خاصة مع القدوم إلى ماليزيا خاصة الآن ماليزيا أخي العزيز صارت ملتقة لليمنيين الذين لا يعرفون أين يستقرون خاصة فيما يتعلق بالزواجات فكثير من العوائل اليمني أصبحت تقيم زواجاتها في ماليزيا لأن ماليزيا لا زالت تتحصل على التأشير في المطار فيأتوا من أمريكا يأتوا من أوروبا يأتوا من الخليج يأتوا من اليمن يقول محتفالاتهم في ماليزيا فيأتوا بكامل هندامهم ولبسهم التقليدي اليمني الرائع الجميل فهناك اختلافات ثقافية فيما يتعلق بالصوت الماليزيين شعب هادئ جدا لا تكاد تسمع الصوت يتكلم بالتليفون أمامك في المول في الشارع لا تسمع ما يقول بأكسنا طبعا إحنا ما شاء الله أصواتنا إلى العرب بشكل عام بشكل عام فذلك يشكل عند الماليزيين حالة استغراب لا تستطيع أن تسمع صوت بوق السيارة في شوارع ماليزيا حتى لو سيارة أمامه أو عشر سيارات هذا البوق آخر خيار يفكر يستخدمه الماليزيين الرتابة والصبر الشديد عند الماليزيين نحن نفور من داخل هذه الاختلافات الثقافية حيانا تكون محرجة لكن أول ما يتفهم الجانب الآخر أو أصحابه لا يتفهمونها بالعكس تصبح العلاقة من أرواع ما يكون مع الجانب فكان الملتقى من هدافي هذا الموضوع ولكن كان الهدف الأبرز هو الارتباط بالمشروع الوطني وحقيقة أتمنى أن يعاد تفعيله أنه شهد الملتقى حالا من الركود خاصة بعد الهجرة الكبيرة للمثقفين وخريجين إلى أوروبا نعم تأثر الملتقى كثيرا ولكن لا زال هناك بعض الناشطين الذين يحاولون أن ينفخوا الروح مرة أخرى فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر